اقول لكم قائمة الاهلي وعلى كده ناخد اخبارنا سريعا وبعد كده نطلع لفاصل نستقبل ديوفنا بالنسبة للنادي الاهلي لقال لكم التشكيل المتوقع يعني اللي بالنسبة للنادي الاهلي بكرة من خلال طبعا وجود الشناوي عارس مرمى اساسي بالنسبة للنادي الاهلي علي معلول ياسر ابراهيم رمي ربيعة محمد هاني حمدي فاتحي عمرو السلية أحمد عبدالقادر أفشا حسين الشحات محمد شريف عندنا ايضا تشكيل المتوقع لنادي الزمالك برضو من حضراتكم هقوله محمد عواد محمد عبدالشافي محمد عبدالغاني محمود الوينش محمد طارق محمد عشور محمد أشف روقة أشرف بن شارقي وأوباما وأحمد سيد زيزو وعمر السعيل لما أقول لكم كده كل واحد من الأسماء اللي ممكن تبقى موجودة ممكن ده يبقى التشكيل للفرقتين أو ممكن لا يكون الأمور مختلفة لكل واحد من المدني الفنين لكن أي حد يلعب في ماتش زي ده عايز يبقى أحسن واحد يحرز هدف بقى يبقى نجم اللقاء بأداءه بمساعدته لزميله المهم إن الماتش يطلع وهو راضي عن نفسه ده اللي احنا نتمنى من كل لعب متواجد فيه الماتش بكرة بأمر اللعب ده اشتركوا في القناة